جداً السنة دي كان موجود معينا في معرض القاهرة الدولي الكتاب وهو كتاب الشروفات العالية وأشهر اغتيالات العصر الحديث اللي بيحكي عن أبرز الاغتيالات اللي حصلت وعشان نعرف عنه أكتر معينا النهاردة ضيفة البرنامج اللي بنورانا الكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين أهلاً وسهلاً بيكي يا أستاذ دينا بنورانا في البرنامج أهلاً بيكي ومرسيل ليكي ومرسيل كل السادة مشاهدي قناتها أهلاً بيكي بنورانا في البداية كده احنا بنهنيكي على الكتاب الجديد ألف مبروك قبل هنتكلم عنه طبعاً بس قبل ما نبدأ بقى نتكلم عنه عايزين نعرف في الأول احكي لنا كده عن كتاباتك وإزاي بدأت تكتبي وإيه اللي خلاكي بدأت تتجهي لكتابة الكتب أحكي لكم الأول يعني ولا إيه سيديو الأول لا أنا بكتب من بعد 2011 بالزبط من بعد يناير 2011 والأحداث دي بعد فترة انقطاع كده كنت قعدتها يعني بعيدة عن المجال الإعلامي وعن شغلي رجعت نظراً للأحداث أكتب وابتديت أكتب مقال في اليوم السابع من ساعتها الخيط دلوقتي أنا عندي مقال كل يوم جمعة في اليوم السابع طبعاً بيتناول بقى الأحداث فيه فترة كده كانت المقالات كلها كل التركيز على الأحداث السياسية نظراً إنه كان فيه أحداث متلاحقة كتير جداً وبعد كده أنا بتديت أكتب في كل حاجة يعني في مشاكل المجتمع في الأخلاق في السلوك في الترند المصري يعني دي سلاسل من المقالات يعني حبيت أعمل نوع من أنواع التغيير فيه سلسلة مقالات فعملت مكرم الأخلاق سلسلة عملت حالياً شغالة في مقالات الترند المصري تكلم عن المبدعين المصريين اللي موجودين في كل حتة في العالم وإن إحنا ما نعرفش عنهم حاجة المصريين ما يعرفوهمش كويس فواجبنا إن إحنا نلقي الضوء عليهم ونعرف الناس بيهم علشان يعني قدوا للأجيال الموجودة طب نرجع بقى لكتاب الشرفات العالية وأشهر اغتلالات العصر الحديث حكينا شوي بقى عن الكتاب ده وفكريته جاتلك منين وكلمين عنه بقى طيب هو طبعاً مبدئين الكتاب ده موضوع مختلف تماماً عن نوعية الكتابات اللي أنا بكتبها يعني ممكن حد يستغرب بيقول إيه الاغتيالات أنت مالك بالاغتيالات والكلام ده ولكن هو أنا كنت عاملة سلاسل من الموضوعات الموسقة التاريخية برضو اتنشرت من مدة في اليوم السابع كموضوعات صحفية منها سلسلة تاريخ مصر على مر العصور أشهر الاغتيالات في التاريخ فالحقيقة أنا جالي فكرة يعني حبيت أن أنا أحيي السلاسل دي وأنزلها في كتب فكانت الفرصة بقى السنة دي أن أنا يعني أعمل موضوع الاغتيالات لأنها كان موضوع جاذب ودر النشر يعني حبت أن أنا أخلصه فطلع موضوع لطيف وكمان أنا بتناوله من زاوية مختلفة يعني مش مجرد أن أنا بطرح مجموعة من الاغتيالات بقول حصل إزاي أو اغتيله إمتى أو يعني كلام موجود كله على الإنترنت ومتاح يعني في البحث إنما أنا بتناول الموضوع من وجهة نظر الشروفات العالية اللي هي ناس كتير سألتني قالت لي إحنا عايزين نعرف إيه سر إسم الكتاب ده كلمين عنه عايزين نعرف برضه أخذ منك مجهود وقت قد إيه في تحضيره والله أنا ضغطت جدا علشان أخلص الكتاب ده لإني ما كنتش محضرة نفسي إن أنا ألحق معرض الكتاب فأخذ مني حوالي شهر بكل شيء يعني هو ضغطني مدة طويلة اللي هي الشهر الأخير قبل معرض الكتاب بيوم الكتاب الطبع قبل المعرض بيوم نتيجة يعني إنه در النشر كانت مصرة إن أنا أخلص وأنا يعني كنت مترددة إنه ده موضوع عايز بحث طويل وبياخد مجهود كبير جدا أكتر مما لو كان أنا بكتب موضوع من عندي أنا يعني حاجة شخصية أو مقال أو أي إن شاء الله بكتب رواية الموضوع أسهل بكتير من البحث وإن أنا أجمع معلومات تاريخية وموثقة وأتحقق من إنها مزبوطة وصحيحة وأعيد سياغتها ثم أتن أطرحها للقارئ بشكل مختلف جاذب من وجهة نظر مختلفة ما تبقاش تقليدية علشان يبقى ليها لازمة يعني وبعدين أنا يعني عايزة بقى أقول لك الشرفات العالية أنا أخدت موضوع الاغتيالات من زاوية إنه مين وراء الاغتيالات دي الاغتيالات دي إحنا بنسمع عنها طول حياتنا من العصور الأديمة جدا لحد دلوقتي لحد يمكن عشرين اتنين وعشرين آخر رئيس وزراء مغتال اللي هو شنزو أبي رئيس وزراء اليابان ولكن محدش بيبص قوي وراء يعني ميء إيه الأعماق بتاعة الموضوع ده إيه السبب في الاغتيالات دي لا فيه مجموعة كده من المراقبين أنا مسمياهم سكان الشرفات العالية يعني أو بشكل رمزي برمز لهم إنهم بيسكنوا الشرفات العالية بيرقبوا العالم بيرقبوا مصار الأمور في خطة معينة بتكون موضوعة المفروض الدولة اللي كلها تمشي عليها من أصغر دولة في العالم لأكبر دولة والدولة العظمى اللي هي يعني المفروض أمريكا حاليا فأي حد هيحيد عن هذا المصار أو يعني يمشي بره الخطة الموضوعة دي اللي بيحطها هؤلاء المراقبين خلاص بيطلع قرار فوري بإنهاء حياته أو مسحه من على وجه الأرض طيب كلمين عن بعض الأمثلة الإغتيالات اللي أنت ذكرتها في الكتاب أو تناولتها في الكتاب أبرزهم شوفي أنا أخدت 11 شخصية من إغتيال أشهر لإغتيالات اللي في العصر الحديث ابتدت العصر الحديث ده من أول 1865 إغتيال أبراهام لينكل اللي هو طبعا رئيس الولايات المتحدة اللي هو كان سبب وراء تحرير العبيد يعني هو أول واحد أعلن تحرير العبيد وكان بيسعل كده ولذلك برضو تم إغتياله من الناس اللي ضد الفكرة دي اللي هما مش عايزين تحرير العبيد وعايزين تستمر العبودية في أمريكا طبعا لينكل معروف والقصة بتاعته بتاعت إنحيازه للمساواة وتحرير العبيد معروفة في مثلا أنا بعتبر جون كيندي اللي هو الرئيس الخمسة وثلاثين للولايات المتحدة هو يعني تقريبا الواقعة بتاعت إغتياله دي أهم واقعة وأغرب واقعة في التاريخ الحديث كله تاريخ المعاصر كله لأن جون كيندي كان حيغير السياسات الأمريكية اللي بتتحكم في العالم كله فلما جي حابب يعمل سلام معترض على الحروب اللي بتشنها أمريكا على دول أخرى زي فيتنام زي كوبا مش عايز عايز ينهي الحرب البردة والصراع الأمريكي الروسي فطبعا لا ده جي كده بيغرد خارج سرب وهو ماشي بشكل حسب خطط الدولة بقى العميقة الموضوعة مش من الرئيس الرئيس الأمريكي لا يملك قرار يعني المفروض أنه كلام ده يعني إلى حد ما معروف في ناس أكبر من كده اللي هم سكان الشرفات العالية اللي أنا يعني بتكلم عنهم هم اللي بيحطوا السياسات وده بينفز طيب أنت اختلاف برضو بين الكتابين الكتاب بتاع السنة اللي فاتت عن الكتاب بتاع السنة دي يعني الموضوعات مختلفة بتختاري موضوعات الكتب يعني بناء على إيه؟ والله بناء على يعني زي ما بتيجي يعني الظروف بتوديني للاختيار ده يعني أو الكتاب أنا كاتبت مقال يعني بشكل أساسي أو الكتاب اللي هو كلمات في زمن الأي الأي كلام والحقيقة ناس كتير علقت على الأنوان عنوانه برضو غريب يعني برضو عنوان ملفت ويشد ومختلف جدا عن الكتاب السنة دي مختلف لأنه كان كتاب مقالات يعني هو أنا أخذت حوالي 34 مقال من ضمن المقالات بتاعتي في إطار موضوع معين الموضوع ده هو الأخلاق والسلوك والتراجع اللي احنا وصلنا له في مصر في كل شيء بقى في الفنون في الإعلام في الثقافة في التعليم في الأخلاق طبعا نمرة واحد بشكل أساسي لأن أنا عملت سلسلة كاملة اسمها مكارم الأخلاق تناولتها من منظور كل الأديان والفلسفات الأديمة والعادات والتقاليد الاجتماعية الرصخة الأديمة وإنه إزاي ده تغير وإزاي إحنا بقينا من كنا من التزم بالأخلاقيات المعينة دي وكل واحدة فصلتها في مقال معين فالحقيقة الناس هي اللي طلبت مني أنا ما قررتش أعمل ده في كتاب ولكن الناس المتابعين يعني طلبوا مني أنه سلسلة مكرم الأخلاق تبقى في كتاب ورقي عايزينه موجود في أدينا مش موجود مقالات متنسرة يعني فده اللي شجعني أن أنا عمل الكتاب فجمعت موضوعات أخرى من مقالات تانية في نفس الإطار وكان فيه مقال من ضمن المقالات اسمه زمن الأي كلام ده اللي خليك بقى تختاري دي فكرة العنوان آه فأنا قلت أنا بقول مجموعة كلمات في هذا الزمن اللي هو يعني إيه بيتميز بأنه زمن الأي كلام مع زرها يعني لو حد زعلان من الكلام ده إنما يعني هو فعلا كده السنة دي بقى موضوع الاغتيالات أنا حبيت أعمله علشان برضو أقول إنه يعني الكنسبت الأساسي اللي أنا عايز أقوله زي ما يعني ربنا قال من زمان زي ما خاطب اليهود في صورة البقرة وقال فكلما جاءكم رسولهم بما لاتهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هي دي تنطبق على ما يحدث من ساعتها لحد دلوقتي سكان الشرفات العالية اللي هما بيحركوا كده البشر والدول والسياسات كما لو كانت الدماء اللي بتتحرك بفتل على مثلا مصرح كبير هما اللي بيقرروا مين يكمل مين هيشرد مين هيغير المسار اللي إحنا عايزين العالم يمشي عليه لا يبقى يستبعد زي جون كيندي اللي كان ممكن يخلي السياسة الأمريكية تمشي في حتة تانية خالص وبالتالي العالم كله فطبعا ده مؤثر تأثيرات مهمة وغيره بقى من النمازج اللي أنا تناولتها زي مارتين لوزر كينج اللي كان بيدعو لتحريق للمساواة برضو في أمريكا زي غندي اللي كان دايما بيدعو للسلم والسلام وكان إذا كان غندي ما تقتلش وإذا كانوا سمعوا كلامه ما كانش يبقى فيه هند وباكستان مثلا ما كانش يبقى فيه الانفصل ده ما كانش يبقى فيه عدوة بين المسلمين والسيخ والهندوس وكل الطواقف الدينية اللي موجودة في الهند يعني نمازج كتير وورا كل فيه مثلا نموذج مهم جدا كان مناضل كبير في الكنغو اللي هو باتريس لومومبا ده برضو كان ضد الاستعمار البلجيكي الكنغو وكان عايز يطلع بلده وطبعا بنكلم عن أفريقيا بشكل عام اللي هي حتى لو كانت تحررت من الاستعمار البلجيكي أو الفرنسي هو الاستعمار ده مازال بشكل ضمني موجود جدا ومسيطر لغاية النهاردة والمذابح مستمرة والمنطقة على صفيح ساخن ولما خرج واحد يعني بما لا تهوى أنفسهم زي ما بقول أتلوا أتلوا طبعا وما ينفعش شخص يكون عايز يمشي يدعو للسلام يدعو للمحبة يدعو للعدل يدعو لأي قيم من اللي ربنا قال عليها لا طب أنت أفكار كلها يعني برضو غريبة وكده هل في مواضيع جديدة بدأت تفكري فيها مثلا تستعدي للكتاب اللي جاي ولا لسه والله إن شاء الله أنا يعني في خطتي إذا ربنا سهل يعني أن أنا أعمل سلسلة تاريخ مصر مصر عبر العصور بشكل مختصر إن أنا أقدم برضو كتاب عن تاريخ مصر كله من بداية العصر القديم خالص لحد العصر اللي إحنا فيه بتناول كل حقبة تاريخية مرت بها مصر بشكل لطيف مختصر بسيط يوصل للأجيال الصغيرة اللي متعرفش حاجة عن التاريخ إنه طبعا حد عايز يطلع على تاريخ مصر ده تاريخ طويل عايز بحث مثلا عشرات السنين يعني ولكن إن إحنا نقدم لهم موجز مختصر عن التاريخ المصري لعله يعني يفيد الأجيال اللي موجودة من الشباب اللي ما اطلعتش على التاريخ إن شاء الله يبقى كتاب إن شاء الله يبقى جميل ده يا رب فأنا حاب أعمل ده علشان بس يبقى حاجة يقدر هيمسك الكتاب يلم التاريخ المصري من أوله لآخره متقدم له كده كواجبة خفيفة مش محتاج يعمل بحث كتير ويتوه يعني طب إحنا شوفنا على الكتاب بتاعك الجوائز كتير خدتيها إيه أكتر جايزة بتمثلك يعني قريبة لقلبك أو كانت جايزة أنت يعني كانت بالنسبة لك يعني حدث مهم والله طبعا مبدئيا عايزة أقول إن أنا ممتنة ومتشكرة لكل حد بيكرمني أو بيقولي شكرا إن أنت بزلتي مجهود في حاجة أو أن أنت يعني عملتي حاجة تستهلي عليها التكريم فطبعا ده كله وبيسعدني جدا وفيه طبعا بعض التكريمات والجوائز اللي أسعدتني جدا زي تكريم مثلا مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية اللي بتكرم فعلا نمازج من إحنا شايفين معانا على الشاشة بعض الصور من تكريمات آه ده تكريم اسمه سيدة الوطن العربي وده تكريم كان غالي علي جدا برضو لأنه كان على مستوى المنطقة العربية كلها فشكرا يعني للسادة القائمين على المهرجان ده اللي كرموني وكان فيه برضو تكريم أنا أعتز بيه جدا بتاع مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية لأنه بيكرم يعني الشخصيات في مختلف المجالات وبينطقي جدا فكونوا أنه ينقيني من ضمن الشخصيات المكرمة فدي طبعا شرف كبير بالنسبة لي وأيضا كان فيه تكريم في العراء في بغداد آخر عشرين واحد وعشرين اللي هو مهرجان عيون للإبداع العربي كان برضو بيكرم مبدعين يعني من الوطن العربي في كل المجالات فأنا كنت يعني تشرفت إن اتكرمت عندهم وتشرفت أكتر إنه اللي سلمني دري على تكريم الموسيقار العالمي الكبير نصير شمة يعني العراقي فطبعا فيه حاجات كتير لطيفة الواحد يسعد بيها كنت ممسكة برضو مستشار إعلامي للهيئة العالمية لعولي الأستاذ الأشراف قال البيت طبعا للأمم المتحدة لسنتين على التوالي عشرين واحد وعشرين وعشرين اثنين وعشرين فطبعا متشكرة يعني لكل حد كرمني أو قال لي أنت كويسة يعني طب نروح بقى للجانب الشخصي في حياتك إحنا عارفين طبعا كل الناس عارفين أن أنت زوجة فنان مشهور الفنان الكبير أحمد عبد العزيز وعارفين طبعا الحياة الفنانين بتبقى صعبة ومختلفة إزاي بتقدري توفقي بين كتاباتك وبين حياتك الأسرية وبين أن أنت زوجة فنان مشهور بتعملي كل ده إزاي؟ شفتي بقى صعبة جدا صعبة والله يعني الموضوع مش سهل طبعا مش سهل خالص أولا أنا أعدت 15 سنة سايبة الكرير بتاعي كله برغم أن أنا يعني كنت في مجال الإعلام وفي التلفزيون المصري من الأول علشان برضو اللي بتقولي ده علشان الولاد الصغيرين وعشان العبء الفنان لأنه الفنان هو مش زوج عادي هو بيحتاج وقت أكتر بيحتاج اهتمام أكبر متقلب المزاج عنده أعباء كتير محتاج مشاركة وبعدين وخاصة أن أنا يعني برضو في نفس المجال إلى حد ما أوريب شوية فكنت أنا برضو بتولى مهام كتير قوي معاه بحاول أساعده فيها رأيت السيناريوهات تحضير الملابس السكريبت حاجات كتير كأني يعني مساعدة لكن طبعا عملت ده بحب جدا وأجلت بقى الشغل بتاعي شوية لغاية لما الولاد كبروا بقى يعني ينفع ألاقي فرصة لنفسي شوية ولما لقيت هي برضو مش سهلة يعني وعندي في الأول وفي الآخر الأولوية للبيت وللولاد وللزوق فأنا بطلة أن أنا عارفة أعمل الإنجازات دي كلها على مستوى الشغل لا إحنا بنحييكي طبعا على رب بداي خليك طب مين أكتر حد بقى وقف جنبك ودعمك خاصة إن بدأت بقى مجال الكتابة والله يعني عايز أقول إن مجال الكتابة هو كارير مختلف عني أنا كنت يعني الأساس بتاعي في التلفزيون في التقديم التلفزيوني وبعدين لما انقطعت مدة طويلة وجدت ثورة يناير واللي حصل بعدها حبيت أكتب يعني أنا من غير تفكير لقيت نفسي بكتب اللي شجعني الحقيقي بجد الناس يعني اللي خلوني أستمر وأكمل ككاتبة وكل ما بكتب ألاقي فيتباك أنا نفسي ببقى مستغرباه أحيانا ببكي من كتر الكلام اللي الناس قالتهولي فطبعا هم الناس اللي بتتبعني واللي بيدعموني في الأول وفي الآخر هم اللي خلوني أكمل في الكتابة وحبيت إن أنا أكون كاتبة أكتر ما أكون إعلامي آه عملت تجارب يعني بعد كده بعض الحلقات في التلفزيون اليوم السابع لكن أنا حقيقي شغفي الأساسي وحبي للكتابة وده بفضل المتابعين اللي أنا يعني بشكرهم لأنه هم اللي دعموني في دعم تاني طبعا من الأصدقاء والإخوات والزوج والولاد وكل حاجة ولكن طبعا الدعم الأساسي كان الناس بالنسبة لي طبعا عايزين قبل ما نختم بقى أقول لنا لو في أي جديد عندك جديد في كتاباتك حاجة هتقدميها جديدة والله أنا عندي إن شاء الله برضو مشروع الترند المصري بفكر إن هو يكون كتاب بناء على رغبة الناس بناء على طلب الناس اللي قالوا لي يعملي مكارم الأخلاق في كتاب بيقولوا لي من فضلك الترند المصري لازم يبقى كتاب فإن شاء الله برضو ده مشروع وفي برضو مطالبات كتير إن أنا أعمله حلقات الترند المصري أعمله حلقات فبرضو بفكر يعني في الحكاية لإن الوقت عندي مضغوط جدا زي ما قلت عندي عباة كتير جدا فإن شاء الله دي المشروعات اللي بفكر فيها وأتمنى إن ربنا يوفقني أو الوقت يسمح إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح وإحنا في انتظار كل أعمالك القادمة نورتين أستاذينا حدنشكرك جدا على لقائك معنا في البرنامج النهاردة مرسي لك نورتين النهاردة مرسي لك جدا ومتشكرة على اللقاء الجميل ده